شيء آخر مرحوظة أخرى كتير مرات أننا نحاول نفسر أمور بالقرن الحادي والعشرون بدون أن نفهم التاريخ المعاصر ليسوع المسيح من هم اليهود الذين كانوا في أيام المسيح هل فعلاً كانوا متعصبين؟ هل كانوا مؤمنين؟ شو نوعية إيمانهم؟ هل كانوا يؤمنون بالله؟ فاليهود يعني إحنا لازم ندرس كيف اليهود فهموا كلام وشخصية وهوية يسوع المسيح في تلك الأيام وإحنا عارفين أنه اليهود شخص متعصب جداً أنا أتكلم عن المحافظين أو اليهود الأرثوذوكس محافظين جداً وحتى أنا عشت في الأراضي المقدس وعشت في القدس ست سنوات وكنت بشوف منطقة الهيكل اللي هو الحائط الغربي وبتشوف طبعاً اليهود وهم يصلون وهم يحافظون ويمارسون على النموس وكلنا ما اتفقين إذا في أي شعب في هذا الوجود على كرة الأرض بحافظ على هويته وإيمانه بالله الواحد هم اليهود لأنه حتى لما بتدرس الديانات والكتب ما تسمى الكتب السماوية أو الديانات السماوية بتشوف في خلل بكتير من ديانات لكن بتشوف أن اليهود محافظين جداً على هذا الموضوع وكانوا مدركين جداً لأنهم أزكياء أنه لما كان يسوع يتكلم كان يفهمه بيعرفوا بيت القصيد بيعرفوا ما هو المقصول فإذا أحبائي مين أولى أنه يفهم هذا الموضوع الجماعة اللي كانوا معاصرين ليسوع المسيح ولا مجرد جماعات أخرى اللي بترمي وبتزد أي كلام التي تنادي بتحريف الكتاب وتقليل من أهمية يسوع المسيح اليهود فهموا النبوات فهموا الكلمات فهموا التعبير فهموا إيش كان بيقصد يسوع المسيح لما كان بيتكلم